سيدة دودار كيف يمكن مطالبة ضحية الهجوم بسلاح كيميائي بأن يعمل مع الجاني المحتمل يعني روسيا متهمة من قبل بريطانيا بالوقوف وراء الحادث وبالتالي لا يمكن أن يكون المتهم طرفا في التحقيق لا يوجد متهم على أي أساس الاتهام ثم هناك مواطنة روسية يوليا مواطنة روسية ليست بريطانية ثم تصحيح مني بخصوص منظمة حضر الانتشار هناك لا دعا لأن يكون فقط روس ممكن من دول أخرى هذه المنظمة لكي تتخذ قرارا ما تحتاج ثلثي الأصوات فبالطبع هناك خبراء عدة حوالي 26 عضو يتابعين لحرف الناتو فعملين بلوكة على الأمور دي يعني روسيا لم تبدأ هذه المهزلة المهزلة بدأت من بريطانيا بطريقة غريبة صراحة والإعلام الغربي كله دعم ذلك والكل يتجاهل أن الشرطة البريطانية تقول نحتاج شهور للتحقيقات والمعمل الكيميائي البريطاني لن يستطع أن يؤكد أن مصدر هذه المادة مصنوعة في روسيا يعني كل شيء مبني على أوهام ومعتقدات نعم معتقدات السيدة مي وطبعا هناك حملة لشيطانة روسيا من قبل الدول الغربية لكن كما ذكر الصيني الغرب ليس العالم كله فروسيا تتخذ الخطوات المضبوطة طبقا للقانون الدولي وأنا متأكد أن الغرب سوف يقصر هذه المعركة رغم أنهم متأكدون في ما يزعمونه لكن العالم عليه أن يزغى وينصد لما يحدث لأن إذا هذا يحدث ضد موسكو يستطيعون أن يفعلوا ذلك ضد أي دولة